قال الرئيس والجزائري عبد المجيد تبون في لقاء إعلامي مع صحيفة لوفيغارو إن عودة معدل منح التأشيرات الفرنسية للجزائريين إلى سابق عهده يدخل في إطار منطق الأشياء مضيفا أن اتفاقية إيفيان تمنح الخصوصية للجزائريين في هذا الشأن بين الدول المغاربية لذا من الأنسب أن يحترم ذلك وطالب الرئيس تبون فرنسا بتنظيف نفاياتها النووية بمواقع التجارب بيتامنغاست واريغان والتكفل بضحايا هذه التجارب وشدد على أن التطرف ليس جزائريا ويجب معرفة أسباب تطرف بعض الجزائريين على التراب الفرنسي نافيا مسؤولية الجزائر عما غادروا فرنسا ليتطرفوا في بلدان أخرى على غرار سوريا